يا صباح الفل والجمال على اجدع واحلى ناس في كوكب الارض كله زيكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم خالد عبدالله في حلقة جديدة وحلقة رائعة كالعادة وحلقة النهاردة ومنسبة ان خلاص الجمعة البيضة على الابواب 11-11 الجمعة الجاية فقررت ان انا اعمل حلقة بتاعت النهاردة والنهاردة هعرفك ازاي باشتري من برا مصر بدون جمارك خالص وايه البطاقات اللي انا بستخدمها سواء كان فيزا او ماستر كارد والنصيح اللي انت محتاج تاخد بلك منها وانت بتشتريه من برا مصر وايه كمان تشتريه في الوقت ده وايه كمان ما تشتريهوش وعن نتكلم عن حاجات كتير جدا بتخص الشراء من برا مصر وعن نسكر قزة موقع وقزة طريقة تخليك تجيب حاجات كويسة كده وايه ما تدفعش كتير ان شاء الله بس قبل ما ابدأك العادة لايك الجامد للسابسكرايب للاجمد الكومنت الحل وعايز اقولك ان حلقة النهاردة مش مكتوب لها اي سكريبتة او اي حاجة هي من القلب للقلب كده فده اللي عني بقى ولايكاتكم الجميلة والدلع ده كله وصلها سيدنا محمد ويلا بنا نبدأ حلقة النهاردة واول حاجة هنتكلم عليها النهاردة ان شاء الله هي ايه افضل بطاقة مصرفية قادر اشتري بيها من الانترنت من داخل مصر او من خارج مصر بدون اي مشكلة بص يا معلم واخد مني اول نصيحة لك النهاردة ابعد تماما عن اي بطاقة مسبقة الدفع اللي انت بتطلحها من البنوك بصورة البطاقة لان البطاقة دي عن تجربة شخصية مش كويسة خالص وعتخليك تشد في شعرك ومشاكلها كتير جدا البطاقة دي زي يلا وتل دا والفيزا بتاعت الفودافون اللي بتوعد 24 ساعة اللي معادش ليها لازمة لانها دلوقتي ما بتشتريش بيها غير من داخل مصر زمان كنت بتشتري بيها من خارج مصر عادي جدا دلوقتي لا الموضوع ده وقف فانت بتشتري بيها من داخل مصر فما عادش ليها اي 30 لازمة اول نصيحة ابعد تماما عن اي بطاقة بنكية ما لهاش حساب بنكي واحسن بطاقة تعملها هي البطاقة اللي ليها حساب بنكي حضرتك تتوجه لقرب بنكي عندك والبنك اللي انت بتحبه وتفتح حساب بنكي عادي جدا سواء انت عندك 21 سنة او 16 سنة بتفتح حساب بنكي اسمه حساب الشباب وده بيكون مخفض للشباب والمصاريف الادرية بتاعته كويسة وحساب رائق جدا انت اما بتفتح الحساب بتدوك بطاقة سواء من نوع ماستر كارد او فيزا وبتقدر تشتري بيها من الانترنت بعد ما يفعلها لك بدون اي مشكلة ولكن نصيحة برضو تانية ابعد عن ماستر كارد فيزا في الشرى من الانترنت اسهل وما فيش فيها مشاكل كتير بس انا دلوقتي هقول لك على تجربة الشخصية بص يا معلم من خمس سنين انا فتحت حساب في بنكي اسكندرية للشباب كان عندي 16 سنة والحساب ده لحد النهاردة موجود معي والبطاقة بتاعته كانت مستر كارد وما كانش فيه اي مشكلة وكنت مستمتع جدا في الشرى من خارج مصر بدون مشاكل وكان فيه حماية اوتو بي والدنيا كانت تمام دلوقتي بقى او السنة دي بدأ يحصل مشاكل كتير مع بنك اسكندرية تأخير في الحوالات الفيزا ما بتشتريش من برا مصر فالموضوع بقى فيه مشاكل كتير فقررت ان انا غير البنك بتاعي واروح لكيون بي ويطلعوا لي فيزا والفيزا بتاعتهم جميلة جدا وبشتري بها من خارج مصر ومن الانترنت بدون اي مشكلة بس انا عايزك تتأكد من البنك اللي انت هتفتح فيه الحساب من الحد الادنى للشرع من خارج مصر بالدولار تمام؟ تأكد من الموضوع ده عشان ممكن يكون الحد الادنى بتاعك 20 الف جنيه في اليوم وانت عايز تشتري حاجة بتلاتين مثلا فتأكد من الموضوع ده ندخل بقى في الموضوع التاني للكل مستنيه وهو ازاي انا بشتري من برا مصر بدون جمارك ومش اخبع عليكم اي حاجة والله العظيم هتكلم الاول عن اللبس لو انا هشتري اللبس من برا مصر فانا بجيبه من شيء ان وشيء ان ده موقع مشهور جدا في مجال الملابس ولبسه رائق واسعاره حلوة وبتعامل مع وكيل موجود في مصر بيجيب لي الحاجة من الموقع بدون جمارك وبياخد عشرة جنيه زيادة ما بياخدش جمارك ولا بياخد شحن دولي ولا بياخد اي حاجة هو بياخد سعر الحاجة بيضربها في الريال السعودي يعني الريال بستة تمام وبيجيب لي الحاجة لحد البيت ما بدفعش غير الشحن الداخلي اللي في مصر بيكون تلاتين جنيه وعشرة جنيه زيادة على تمن ده بالنسبة للبس اما اجهزة الالكترونية فانا بجيبها من الامارات اي جهاز الالكتروني انا عايزه فانا بجيبه من الامارات لان هناك الاسعار كويسة بصراحة والدنيا بتكون تمام وبجيبه مع اي حد نازل من هناك طب لو ما فيش اي حد نازل من هناك بتعامل معه وسيط عن طريق تطبيق هيتش هايكر تمام ده تطبيق بتحط الحاجة اللي انت عايز تجيبها وحد بيجيبها لك هو جاي وبياخد عمولة يعني ممكن مسلا تجيب ايفون فورتين مسلا وتدفع مية دولار شحن وجمارك وكل ده تمام وانا شايف ان الموضوع ده حلو جدا وهيتش هايكر تطبيق موسوك وبيامن على شوحنة بتاعتك بمبلغ عشر تلاف دولار فالتطبيق جامل جدا وانا باستخدمه برضو من سنين دول الطريقتين اللي انا باشتري بيهم من خارج مصر الطريقة التالتة بقى باشتري عن طريق امازون اسبانيا او امازون المانيا او اي امازون بس لازم الشحن يكون مباشر لمصر انا بدفع الجمارك والشحن الامازون وامازون بيجيبلي الحاجة لحد البيت عن طريق شركة الشحن سواء كدية شائل او فدك سواء شركة من شركات الشحن بس دايما حاول تبعد عن اراميكس اراميكس بصراحة في مصر خدمة سيئة جدا ابعد تماما عن اراميكس وندخل بقى عن نقطة اللي بعد كده في الفيديو بتاعت النهاردة وهقولك على افضل مواقع تقدر تشتري منها بدون اي مشاكل اول موقع كده امازون يا معلم افضل موقع تسوق في العالم بس خد شوية النصايح دي وانت بتشتري من امازون اول حاجة دايما خلي البايع امازون ده بيكون اسهل عشان لو المنتج في مشكلة تقدر ترجعه بكل سهولة طب ايه افضل امازون اقدر اشتري منه عن تجربة شخصية اسبانيا اليابان المانيا بريطانيا دول انا اشتريت منهم قبل كده والتجربة كانت سهلة وممتعة وفيه منتج كمان حصل لي في مشكلة رجعت لهم وبعد كده رجعوا لي فلوسي تاني فدول افضل امازون ممكن تشتري منه اما بقى لو انت بنوتة او شاب عايز لبسه بتاع فشي اني يا معلم شي اني جامد جدا وتعامل مع وكيل يجيب لك الحاجة لحد البيت ويدي له عشرة جنيه زيادة تمام طيب لو انت عايز اجهزة الكترونية من الصين فعلي اكسي بريس جامد جدا لو انت عايز بالجملة فعلي بابا اجمد اما بقى لو في مواقع هقولك تبعد عنها فانت ابعد عن المواقع اللي بتكون وسيط بينك وبين الموقع زي اتفاعلي وحتولنا والمواقع دي كلها بتاخد فلوس زيادة جدا والخدمة بتاعتهم مش احسن حاجة في الدنيا يعني بصراحة فلوس مقابل خدمة سفر فابعد دايما عن المواقع اللي بتكون وسيط بينك وبين المواقع المواقع دي مش كويسة ومشاكلها كتيرة وخش على اجربات الفيسبوك وقرى المشاكل اللي بتحصل مع العملاء ابعد تماما عن النوع ده من المواقع اما بقى الموضوع بعد كده اللي انا هكلمك فيه هو موضوع مهم جدا لازم تاخد بالك منه لو انت هتشتري اي حاجة من موقع زي علي اكسي بريس مثلا والحاجة دي الكترونية وما فيش وسيط ولا فيش شحن مباشر ولا اي حاجة من الكلام ده والحاجة هتجيلك على الجمارك على طول لازم تاخد بالك انك هتتنفخ يا معلم الجمارك هتحط عليك واعتحتاج حاجة اسمها موافقة الجهاز القامل لتنظيم الاتصالات وليلة كبيرة قوي ساعدتك فنصيحة ابعد دايما عن اي حاجة هتشتريها الالكترونية تجيلك على طول على الجمارك يعني حاول تجيبها مع وسيط ابعد دايما عن المنتجات الالكترونية اللي هتجيلك على الجمارك عشان مش هتستلمها غير بعد فترة كبيرة جدا واعتدفع جمارك كتير قوي وانا كنت عامل حلقة عن الموضوع ده وهسيب لك لينكها في الاي اللي فوق واخر حاجة عايز اقول لك عليها في الفيديو بتاع النهاردة ما تجيبش حاجة ملهاش لازمة بالزمن والله يا ابني حات الحاجة المهمة والمفيدة وحات الحاجة اللي انت محتاجها فعلا يعني لو انت عايز حاجة النهاردة روحتها النهاردة لان بكرة هتلاقيها غلط على سبيل المثال عايز اجيب ماكبوك عشان ما انتج عليه الفترة الجاية لان الكمبيوتر بتاعي بدأ يتقل شوية فبدور على ماكبوك كويس عادت ادور كده وانا معايا فلوسه اصلا وجيت دولار زاد لقيت سعره زاد ستلاف جنيه فصباح الفل لو انت محتاج حاجة اتزل حتى يعني ومتجيبش حاجة ملهاش لازمة حتى الحاجة فعلا اللي انت محتاجها وبس كده دي كانت شوية نصايح كان لازم اقول لك عليها قبل ما تخفضت الجمعة البيضة تيجي وبس حلقة النهاردة خلصت شوفوا اعزين الحلقة الجاية عن ايه واكتبولي في الكومنتات اشوفكم فيديو جديد صباحكم زي الفل وعسل